بيّن الأمين العام المجلس الإسلامي العربي الشيخ محمد الحسيني أن المملكة هي دولة ذات سيادة مستقلة لها الحق في تطبيق القانون على مواطنها مؤكداً مؤكد أنه لا يحق لأحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية بطبيعة الحال نقول أن المملكة العربية السعودية هي دولة ذات سيادة ومستقلة لها الحق وكل الحق بأن تطبق القانون على كل مواطنيها فهذا لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في شؤون المملكة الداخلية وهذا ما نحن نعتقده الأمر الثاني بخصوص نظام ولاية الفقه تحديداً وعلاقته مع المملكة أو مع العرب هي علاقة متأزمة غير مستقرة متقلبة وذلك يعود لسبب مشروع نظام ولاية الفقه الذي يريد أن يستولع الأمة ويستهدف خاصة المملكة العربية السعودية بما تمثل من سداً منيعاً في وجه هذا المشروع المملكة العربية السعودية هي ما زالت تقف وبقوة وبحزم وحزم في كل المشاريع التي تريد إيران أن تفعلها في أمتنا العربية وخاصة من خلال التأجيج والتحريض الطائفي وضرب الاستقرار والأمن القوم العربي من هنا وهناك وأضاف الحسين أيضاً أن النظام الإيراني لم يأتي منه إلا التحريض الطائفي والإرهاب خيراً فعلت المملكة العربية السعودية عندما أقفلت وسدت وقطعت كذل علاقات مع نظام ولاية الفقه لأن كما يقول المثل الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح نحن ما أتانا من هذا النظام نظام ولاية الفقه إلا التحريض الطائفي والفتن والإرهاب وتصدير الثورة الملوسة بالدماء وبالفساد لتضليل إخواننا ولإخراج إخواننا عن الحق نحن نؤكد على ضرورة التزام المواطنة لكل شيعة العرب بأن يلتزموا بأوطانهم بأن لا يستمعوا إلى دعوات نظام ولاية الفقه المغرضة المحرضة على أوطانهم ولنتذكر أن حب الأوطان من الإيمان أسأل الله سبحانه وتعالى للمملكة والأمة العربية الأمن والأمان